بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبهر رحمة العالمين دعاء ذن نون نبي الله يولوس عليه السلام من أعظم الأداية التي يستجاب بها الدعاء تفاكبها الكروب كثير مننا وربما كلنا نعاني من كروب ومصائب وأزمات لكننا نخفى عن السنة السنة فيها كنوز لو أننا علمنا هذه الكنوز وطبقناها في حياتنا لتغيرت أشياء كثيرة جدا في حياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث دعاء ذن نون لا يدعو به رجل في شيء قط إلا واستجاب الله لا يدعو رجل في شيء قط إلا واستجاب الله له الحديث فيه رؤية حسنة وفيه رؤية صحيحة سيدنا نونس عليه السلام بعزها الله سبحانه وتعالى في قرية تسمى قرية مينوة بعزها حوالي مئة ألف واحد ظل فيهم سنين أن يدعو لم يؤمن واحد منهم فقط لم يؤمن واحد يعني وفيش ولا واحد آمن حتى استيأس عليه السلام وذهب مغادما وطرق البلد دون إذن من رب العالم سبحانه وتعالى ولا يحق للنبي أن يخرج من بلد إلا بإذن فهو اعتبر من الناس عصاء وفقط فيهم الأمل قال وقال لا لن أعاش لكم بعد ذلك أنتم قوم بهد قوم قفر وسأنزل بكم العذاب فلذلك سأخرج وأترككم وخرج دون إذن من رب العالم سبحانه وتعالى وذكر رب الله سبحانه وتعالى هذه قصة في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغادما فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغمي وكذلك ننجي المؤمنين وذنوني كلمة ذنوني معناها صاحب الحوت النون كلمة نون في لغة المعنى معناها الحوت أي صاحب الحوت إذ ذهب مغادما أي طرق منه وخرج غضما لله وخرج مغادما لله ما فيش هو لاحظ يقوم في مئة ألف واحد والقصة دي من أعجب القصص فظن فذهب مغادما فظن أن لن نقدر عليه يظنوني الذهب مغادما فظن أن لن نقدر عليه يعني التصور أن رب الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه أو لن يعاقبه بهذا الزنب أو نو لم يزنب فالتقى معه الحوت كما قال في سورة أخرى وقرآن الفصل بعضه بعضا فالتقى معه الحوت وهو مليم مليم يعني جاء بما يلام به جاء بزنب يستحق اللوم والعتاب أو ربما العقاب لذلك أمر الحوت فلما ركب السفينة أو ما طلع ملقاش لا ابنه ولا زوجته دور عنه في كل حدة ما لهمش فلذي كانت أول ابتلاء وأول العقاب يعني ركب السفينة يعني السفينة داد عصفة جديدة وقالوا لازم نرمي حد من السفينة السفينة حموله في حمرية حتى تغرأ ولازم حد يترمي وعملوا قرعة مرة واثنين وثلاثة كل مرة القرعة بتطلع على سيدنا يونس وكل مرة بيترددوا فرامي سيدنا يونس يقولوا أنت أفضلنا ومن المكشم السفينة يقولوا أن كل النبي عندما يبعث في أمة يكونوا عارفين أنه أصدقهم وأفضلهم كما كانت أصدق الأمين فلما طلعت القرعة على ثلاث مرة على يونس عليه السلام فقالوا لهم هذا زنبي فذهب اليارمي نفسهم السفينة ووجد الحد منتظره وفتح الفم بتاعه حد عظيم راح راح النحية الثانية الحوت راح من داره وراح لهم راح راح التعيح وفتح بقه راح 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 سايبه وراح النحية الثالثة راح للحوت ملافف وفتح البقه في كل الأماكن الحوت بيلف بيدور مع السفينة منتظر سيدنا يونس يرمي نفسه قال لهم دازمبي وراح قلع هدومه ورمي نفسه في فم الحوت وهو يعلم أنه الحوت سيبتلعه ورب رسم حطر أمر الحوت قال له يا حوت أنت أن يونس ليس لك رزقة فلا تاخدش له لحمن أو تكسر له عظمة فإنما أنت له سجن وليس برزق سيدنا يونس سيتسجن فيك بس نوع من الابتلاء للتطهير من هذا الزنب فسيدنا يونس قعد في بطن الحوت يقال بعض الناس يسأله أسبوع بعض الناس يسأله أربعين يوم دون طعام وشراب كان يصلي ويقول هذا الزكر شوف رب رب رسم حاله تعالى شوف رسول حسن يقول ليه لا يدعو به رجل قط في شيء قط إلى وسط جباله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الصلاة فكر كرباته كمعا كثير من الناس طمعا نحاول لكم أدعية تانية قوية جدا تقال في يوم الجمعة أفضل يوم في ساعة في الأسبوع اللي هي بين العصر والمغرب آخر ساعة في صلاة العصر أول حاجة تعملها تقول تصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبتدي أي دعاء تصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم لأن العصر عليه وسلم يقول في الحديث والحديث سحاول الإمام الألباني الدعاء معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بالصلاة نبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد مثلا في الأولين وفي الأخيرين وفي الملع الأعلى إلى يوم الدين أو بأي سيغة أنت تحبه بعدين مثلا تقول لا إله إلا أنت سبحانك إنه يكنت من الظلم بنيت استجابة الدعاء ما قال رجل قط هذا الدعاء إلا واستجيب له الحاجة الثالثة تقول تقول الله أجبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل تكلمت عن هذا الزكر العظيم أكثر من مرة الرسول الله سمع سمع صحابيا يقوله هذا الزكر أثناء الصلاة فعجب منه عجب من هذا الزكر فتح تلقى مغاريخ السماوات من قال هذا قال أنا رسول الله قال عجبته من هذه الكلمات فتح تلقى باب السماوات يبقى عايز السماوات وغير السماوات تفتح للدعاء بتاعك قول لا قول تلات كلمات دول بعد كده تقرأ أول عشر آيات من صوت الحديد وتقرأ آخر ثلاث آيات أو آخر أربع آيات من سورة الحشر من أول من أول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا وتصديعا من قشية الله وترك الأمثال وضربه للناس على ما تفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البال المصور له الأسماء والحسنة مسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم هذه الحديث هذه الآيات فيها أعظم آيات أسماء الله الحسنة كما جاء عن عبد الله بن عباس وعن سيدنا أبي هريرة من نصير الرحيم صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم وعن عبد الله بن عباس إن اسم الله الأعظم في هذه الآيات وهذا الحديث حسنه الإمام الترميزي وحسنه الحافظة ضحاجة العسقالاني أمير المؤمنين في زمانه في الحديث هذا الحديث بقى أقل درجاتي الحديث الحسن وأنا كلمت عن هذا الزكر العظيم إن أنت لو قلت العشر آيات دول اللي أقولهم دول الثلاث آيات وهم صورة الحرش دول وده مشكلة وبس دول رقية من الصداع ورقية من أمراض جميعها كما جاء في أحد الروايات إنها إنها رقية إنها شفاء من كل ذا إلى السام له الموت وكان جبريل لما قرأ هذه الآيات على صلى الله عليه وسلم من ده ما نازل بها قال الله ضاع يدك على رأسك فإنها رقية من الصداع الآيات بتاعة صورة الحشر فتقرأ أول عشر آيات من صورة الحديد ماين تقرأ من الأخر الأخر أربع آيات لو أنزل نازل القرآن لغاية آخر صورة الحشر ده غير كده إن أنت لو قررت الآيات بتاعة صورة الحشر دي بس صباحا ومساء تقول أعوض بالله السبيل علي من شاء تراجيم ثلاث مرات ماينتقرأ هذه آيات صباحا ومساء بيصلي عليك سبين ألف ملك طولي اليوم طبعا والحديث حديث حسن حسن التلمزي وحسن الحافظ ضحجر عسقلين ولهو شواهد كثيرة جدا قلتها في أكثر من الدرس قبل ذلك الزكر ده في اسم الله الأعظم رقية من الصداع رقية من أمراض وفيه واستجابة للدعاء في رواية رواية الامام النايسابوري رساليد علي بن أبي طالب يقولي البراء بن عازم أحد أصحاب الرسالي والسلام إذنك لو قرأت العشر آيات تقوله من سلط الحديد والآيات ديت تعد سلط الحش ثم دعوت ثم دعوت علي ليخصف الله به خصف اللي خصف به وده بلكم يبقى حتقول صلى عن نبي صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين من آية الاستجابة تقول الله أكبر كبير الحمد لله الكثير سبحان الله بكرة دون أصيلة بعدين تقرأ أول عشر آيات من سلط الحديد وآخر أربع آيات من سلط الحش اللي فيها اسم الله الأعظم بعدين تقول يمن هو هكذا وليس شيء هكذا غيره ثم تسمي حاجتك وتقول يا رب فعليه كذا بعدين تقول السيغة الأخيرة سيغتين عزمتين فيهم اسم الله الأعظم اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا بنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم هذه السيغة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صحابي يقول هذه السيغة فقال الله كفى استجيل بلك والذي نفس بيده لقد دعى الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سوء به أعطى هناك سيغة ثانية تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك بأنني أشهد اللهم إني أسألك بأنني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفى الأحد سمع الرسول صلى صحابي قال ذلك فقال له كفى استجيب لك والذي نفس بيده لقد دعى الله باسمه الأعظم عليه ذا دعى به أجاب وإذا سوء به أعطى بعد ما تبتهي من كل الأدعية تصلي على بيت عليه السلامة والسلام مرة أخرى طبعا أنا كلمت عن موقيت الاستجابة يعني مش حاضر أكلم دعا تشهدت تعطر أولاء أطير عليكم لكن موقيت الإجابة موقيت الإجابة دعاء في كثيرة جدا لكن أفضل هذه الموقيت اللي هي بعد الصلاة بين العصر المغرب يوم الجمعة وتقول هذه الأدعية كلها وبإذن الله يستجابوا لك فلا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم قط أو رجل قط إلا واستجيب له فيها فك الكرب فيها تحاولوا تحفظوا كل الأدعية لأن هذه أصارت أو أقوى الأدعية التي استجابوا بدعاء أقوى الأدعية التي استجابوا يعني كل أدعية اللي جمعتها من السنة وأنا شخصيا أقولوا بها تقولوا هذه الأدعية ومتحب أن تدعو الله سبحانه وتعالى تقول هذه الأدعية تقول هذه الأدعية فأنا أكتب لكم الدعاء تحت الفيديو الحديث واللي أحب أكتب له أي حاجة ثانية في التعليق بعد شاء الله أكتبهوله أقولوا قولي هذا أستغفر الله لكم تشتركوا في الجرس وإصلاح وإصلاح سلامكم كل جديد وتساعدوني على الشرس السنة طبيعية أقولوا قولي هذا أستغفر الله ليولكم تشتركوا في القناة